أسعد الله وأوقاتكم متابعين الكرام أسأل الله أن تكونوا بخير أنتم وأحبابكم ومن حولكم اليوم بدنا نحكي عن تراجع كوكب الزهرة من كوكب الزهرة بده يتراجع في برج الجدي يعني ساعة 10 و36 دقيقة صباحا من يوم 19 و12 وبده يظل متراجع لغاية صباح يوم 29 و1 هسا في ناس بقولك كيف يعني هذا كوكب يعني ما الشيات الكواكب هي كلها باتجاه واحد كيف هذا الكوكب بده يتراجع يعني شو يعني بده يرجع لورا لا هي الصفة صفة رمزية يعني بمعنى آخر إنه هو ما برجع لورا اللي بصير يعني بده أشبه الكويا بطريقة واحد راكب على بسكليت بايسيكل دراجة هوائية وماشي في الشارع هيك ماشي هسا هو ماشي هيك وفي سيارة ماشي جنبه لما بتمر السيارة من جنبه بتصير السيارة أسرع صح صارت أسرع لما صارت أسرع اللي يعد في السيارة بشوف الدراجة بترجع لورا بسي فعليا ماشي للأمام ولكن تباطؤها يعني تنتين هيك يعني صارت هاي أسرع وهيكملت معها ماشي ضربنا في الماء أكثر من مرة بيعرفش تلع الصوت ولا لأ عذروني فهاي معناها إنه بتراجع أي كوكب بتراجع يعني بتبطأ سرعته يعني بصل للمدار بمعنى آخر نجيبها بصورة ثانية إنه بصل هو بلف بعدين بصل لمدار ببطأ فيه بعدين برجع بلف الزهرة يعني هذا تراجع كل سنتين بتراجع مرة في سنوات لما بتصل هيك بتراجع في أول السنة وفي آخر السنة ولكن هو عادة كل سنتين بتراجع مرة الآن فيه إلو تراجع هذا تراجع اللي هو رح يودع العام زي ما حكينا من تسعتاش اتناعش لغاية تسعة وعشرين واحد هو رح يتراجع يعني تراجع عادة بيستمر مدة شهر ونص دائما يعني قرابة الشهر ونص طيب هو تراجع الزهرة شو بنبه أو شو بخربط اليوم مش رح نفتح برنامج يعني اليوم رح نحكيها بطريقة مبسطة عشان الكل يفهم إيش تأثيرات هذا التراجع طيب كوكب الزهرة هذا له علاقة بالحب له علاقة بالجمال له علاقة بالمال فهو بشكل هاي المجالات يعني هو له علاقة بهاي المجالات عشان هيكي الفلكيين القدامى سموه بالسعدة الأصغر طيب لما بصير يتراجع أي كوكب بصير يتراجع بصير منتحس يعني بصير سلبي مش إيجابي فبصير في طاقة سلبية موجودة بالكون فعشان هيكي أول ما منركز منركز على ثلاث أشياء هاي الحب الجمال المال فممكن إنها تتوتر علاقتنا الشخصية وصير في خلاف مع أقرب الناس إلنا على كلمة كلمة غير مقصودة ما يتحملها أو يفهمها غلط فتصير مشكلة وصير خلاف وصير فرق ما بين الطرفين أو صير خصام ما بين الطرفين بصير فيه نوع من أنواع الصعوبة في التفاهم حتى بين الزملاء في العمل بين الأصدقاء في المدارس في الجامعات أو في الحياة كمان مع الحبيب فسهل جدا إنه الشخص اللي أنت على علاقة وعلى حب أنت وياه وعلى توافق تم انتوية بلحظة بسبب كلمة بسبب تصرف معين يصير هذا مش حبيب يظهر وجه أنت ما بتعرفه أو أنت ما بتتوقعه فيصير في صدام بالعلاقة هاي فالعلاقات تتأرجح أو حتى ممكن إنها تصل للانقطاع طيب حتى الأشخاص اللي بكونوا خاليين بالعلاقات مثلا ما عندوش علاقة ولكن إنه شاف وحدة وأعجب فيها ووحدة شافت واحد وأعجبت فيه بس هي بالأغلب دائما لأنه منرميها على الرجل أنت بريستيجها ما بسمح لها فهاي دائما نحطها على الرجل فهذا الشخص شاف وحدة مثلا والبنة هاي عجبته في فترة تراجع الزهرة ما منقوله روح عليها وإحكي معها أو تعرف عليها لأنه ممكن يواجه بالصد أو إنه يجرح بالتصرف فهذا الإشي يسبب له نوع من أنواع الصدمات فعشان هيكي بنقول دائما في فترة تراجع الزهرة ينصح بنسبة علي جدا إنه لا خطبة ولا زفاف ولا طلبة ولا عملية تجميل شوفوا جينا للجمال الآن طيب حد مضطر بده يعمل بده يكون لها حسابات دقيقة جدا فعشان هيكي دائما إحنا منقول لا ريح راسك وابعد عن الشر وغني له لأنه يعتبر في هيك مرحلة مغامرة أو مخاطرة فلا بإمكانك تأجل الموضوع هالشهر ونص هدولة وبعدين تقدم على الموضوع هاد عشان يكون درست أنت الحالة بوضوح طيب واحد حاجز ومثبت إنه عنده خطبة وما بيقدرش وناس جايين من السفر وغصبت عنه وبده يعمل بهذا الوقت أو إجازته ما زبطت غير في هذا الوقت ولازم إنه يتجوز أو لازم يخطب شو يعمل؟ ما بيقدرش شو بدي يعمل؟ بدي يحط في باله أول شيء وبدي يحط في بال زوجته المستقبلية هاي أو خطيبته يقول لها إنه إحنا ارتبطنا في وقت سهل جدا إنه نتحسس من أي خلاف حتى لو كان بسيط وصير في إلنا ردات فعل ردات الفعل هاي ممكن إنه تكبر وتتفاقم ما بيننا فعشان هيك مطلوب مني ومطلوب منك بالفترات اللي بتصير فيها هاي المشاحنات إنه إحنا نضبط أعصابنا إنه إحنا نتذكر هذه اللحظة وما نتخذ قرارات حاسمة بالفصل أو بإنهاء العلاقة أو ما نكبر المشاكل ما بيننا يعني بدنا نكونوا على دراية بإنه هم بأي هزة ممكن إنه يتعرضوا لنوع من أنواع المشاكل طيب هذا في حال إنه يعني كان الموضوع إطراري وما كان في مجال لتأجيل الخطبة الزفاف طيب عمليات التجميل عمليات التجميل هي عمليات تكميلية يعني مش عمليات إحنا منسميها إجبارية أو عمليات ضرورية لا تقبل التأجيل حتى لو كانت العملية هاي نتيجة حرق هذه السيارة أي شيء عادي تتأجل يعني بأي سبب ما بيقدر يأجلها الوحد شهر ونص أما يقول لي إنه لا ما بيصير والدكتور وهذا لا الدكتور والمستشفى والدنيا كلها بتطلعوا على ناحية تجارية ما بتطلعوا عليك أنت كمريض فعشان هيك أنت اللي بييدك تأجل الموضوع مش بييد الدكتور حتى لو الدكتور اللي فرضا إنه مشهور مثلا وعنده كثير من الأعمال تقدر أنت تحدد لوقت آخر يعني راحت أسبوعين شهر شهر ونص حتى بعد هذا فأنت مش مضطر للموضوع هذا باب طيب الآن في مسألة وهنا طيب المال له علاقة برضو الزهرة إلها علاقة بالمال طيب فترة التراجع إيش تأثيره على المال تأثير الزهرة شبيه لتأثير عطارك يعني لما بيبلش يتراجع بيصير فيه نوع عدم الاستقرار وخاصة في السوق المالي أو الأسواق المالية العالمية وأسعار العملات الذهب المشتقات النفطية فعشان هيك الأشخاص اللي بيشتغلوا بالمضاربات المالية بفترة تراجع الزهرة بدهم يكونوا حذرين جدا ما يجيوا يقول لا والله أنا شفت الفرصة ورحت اشتريت لأنه بتتعوضش لا 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 ما في مجال للمغامرة ولا للمخاطرة في هاي الفترة عشان هيك بدك تكون حذر من أي شيء العلاقة بالمضاربات المالية أو الأسهم البورصة التجارة كلها هاي بالأشياء اللي ذكرناها كمان في هاي الفترة بيزيد المصروف على الناس بيصير الحاجة أكثر المتطلبات أكثر العطال بتظهر في تزايد بالمصاريف عنا بيصير في هاي الفترة طيب جينا قلنا احنا لما حكينا الحلقة الماضية عن الزهرة لما دخلت على الجدي انه كثير من الفلكيين بيقولوا انه الزهرة ما بتجد متنفس لها في الجدي فعشان هيك دائما بعطوها انها منتحسة لقينا انه الزهرة لما دخلت الجدي المرة هاي ما كانت منتحسة بالعكس كانت سعيدة يعني عملنا نسبة حتى على الزوايا الفلكية اللي اتشكلت قلنا انها دخلت على الجدي خليها تخسر خمسين في المية من سعادتها لانها بالجدي طيب برضو خلينا نشوف على الزوايا شفنا الزوايا شفنا الزوايا انها ايجابية ما نزلتش الخمسين في المية الثانية فظلت الزهرة منتحسة بنسبة خمسين في المية طول فترة الماضية واحنا بنحكي في توقعاتنا اليومية نقول انه الزهرة سعيدة بنسبة اربعين خمسة اربعين على حسب الزوايا اللي بتشكلها ولكن انها ما نزلت عن هيك من سعادتها طيب الان مع التراجع شو بدي يصير هي مع التراجع منيجي منقول انه الزهرة في الجدي خسرت خمسين نقطة وفي نفس اللحظة تراجعها خسرها تقريبا بحدود الخمسين بالنقطة دون الزوايا فالان اصبح هو صفر صفر منتحس وصفر سعيد يعني لا هو منتحس وله سعيد صفر الان في زوايا عندنا رح تتشكل نيجي منبحث عن الزوايا هاي عشان نشوف هل الزوايا ايجابية بتعطي سعادة ولا سلبية بتعطي النحوسة جيت انا قبل ما ابلش في الحلقة طلعت على الجدول عشان اشوف انا انه شو الزوايا القادمة فلقيت انه عندي ثلاث زوايا الزهرة رح يشكلها اول زاوية هي زاوية اقتران ايجابية وهي متشكلة اساسا يعني من فترة احنا بنحكي عنها في توقعاتنا اليومية قلنا انه هاي والزهرة بحركتها الامامية بتعمل اقتران بين الزهرة وبين بلوتو بتعمل معها اقتران بعدين بصير التراجع هسا فك بتيجي يعني اثنين اقتران مع بعض اثنين صف جنبا الان الزهرة بدو يقطع ولكن صار بدو يتراجع فشو برجع؟ ترجع الزاوية بتتشكل مرة ثانية هذا التشكل في الاقتران رح يكون يوم خمسة وعشرين اتناش يعني في ساعات الظهر تقريبا فعشان هيك مستمر زاوية الاقتران هاي ما بتنفك رح تظلها مستمرة لغاية يوم ثلاثين اتناش اي يعني من تسعة عشر لثلاثين اتناش في عنا زاوية اقتران وهي ايجابية هسا في بعض الفلكيين بقولك سلبية وفي ناس بقولوا لك ايجابية سعيد بقولك ايجابية طيب عشان نخلص من هالقصة هاي شو ما نقول هاي زاوية ممتزجة لانه صار خلاف عليها فمنعطيها الايجابية ومنعطيها السلبية كيف بتصير عاد؟ فمنقول انه هاي زاوية بتخلق جو عام من السعادة من الناحية العاطفية وبتتأثر العلاقات الزوجية الناجح مش الفاشلة مش الضعيفة مش المتململة الناجحة ايش؟ ايجابا لانه في هاي اللحظة بتدعم وبتتعزز اكثر واكثر هاي ايجابية طيب شو سلبيتها؟ بتدفعنا للعنف وبتجعل مزاجنا عدواني وعصبيين المزاج منصير لانه سهل جدا اننا ننفعل وممكن تنتهي العلاقات الضعيفة وتسبب خلاف في حياتنا وعلاقاتنا العاطفية يعني بتنتهي العلاقات العاطفية وبرضو بصير انها بتسبب خلافات في حياتنا الضعيفة يعني العلاقات القوية بتنجح وتتوتد اكثر والعلاقات الضعيفة ممكن انه يصير انفصال ما بينهم وبدون رجعة بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديس إيجابية رح تكون بين الزهرة وبين نبتون وهي رح تكون ذروتها يوم خمسة واحد طبعا تأثيراتها من يوم اثنين واحد لغاية ثمانية واحد برضو هاي تسديس إيجابية بين الزهرة وبين نبتون وهي زاوية معناها أنها بتضفي علينا نوع من الجاذبية والقبول بتجذب الآخرين لإلنا طيب ممتاز يعني صفة معززة للزهرة الزاوية الثالثة والأخيرة اللي رح برضو تصير ما بين الزهرة هي زاوية اقتران ولكن هالمرة إيجابية ما فيها بولو سلبي ولا إيجابي لا هي إيجابية بين الشمس وبين الزهرة وهاي الزاوية رح تكون في صباح يوم تسعة واحد تأثيراتها بتبدأ من يوم سبعة واحد لغاية عشرة واحد هاي يعني كيف دعوكم معناها بتعطي نوع من أنواع التفاؤل للحياة والإيجابية للحياة بصورة عامة في كل المجالات يعني بتخلينا متفائلين أكثر إيجابيين أكثر إنها طاقة عالية يعني هنا منلاقي إنه الزهرة كسرت السلبية يعني بمعنى إنها هي صفر لا هي منتحسة ولا هي إيجابية صفر الزوايا هاي أعطتها طاقة إنه في بعض الأيام ممكن ترتفع سعودة الزهرة خمسة في المية عشرة في المية ولكن مش أكثر وصفر صفر خمسة لعشرة بترجع صفر يعني بمعنى آخر طاقة ضعيفة ولكنها إيجابية مش سلبية فبتخف الأحداث والأشياء اللي حكينا عنها في بداية الحلقة يعني بصير فيه نوع من أنواع التفاوض يعني زعلته أول مرة رفضته أول مرة يكررها ثاني مرة بترفضوش يعني بمعنى آخر إنه بدك تكرر المحاولات بس إنه لو تأجل الموضوع بكون أفضل الخطبة، الزواج، المضطرين على هذا الموضوع زي ما حكينا بدهم هنا في نفس اللحظة إنه في أشياء لها علاقة بالتجميل والشغلات نقدر نأجلها يعني بدنا نكون حذرين لإشي الضروري جدا 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 واللي ما في مجال لتأجيله هو الإشي اللي إحنا بدنا نعمله في خلال الفترة اللي فيها شهر ونص اللي هي فيها تراجع الزهرة طبعا رح يجي فترة في آخر تراجع الزهرة إنه عطارد رح يصير يتراجع معها في نفس الفترة فبتداخل الأمور فترة تراجع عطارد معناته سكرنا إلى زواج ولا خطبة ولا ارتباط ولا حب ولا غراميات بدنا نبلش شبئش نهائيا لأنه اتنين هدولا مع بعض يعني كارثة إنهم مع بعض كثير من الأمور رح تتعطل كثير من الأمور خصوصا اللي بيشتغلوا في البورصة والأسهم ديروا بالكوا جدا مش شوي رح تشوفوا في فترة تراجع عطارد والزهرة في بداية يعني هي في آخر أيام تراجع الزهرة بصير تراجع عطارد لا أحضر في أيامها راقبوا السوق المالي شوفوا الانهيارات اللي بتصير في السوق المالي فجأة بلمح البصر كيف العملة بتختلف فجأة بتلاقي الأشياء بطل في ميزان الحوادث وأزمة السير والأمور هاي بدناش إحنا نخوف من الفترة القادمة لأنه مش بروع بالتهويل اللي أنا بعرفش أهول ولكن إنه فيها أشياء طيب الآن بالنسبة للأبراج عايش يركزوا يعني أنا كأسد أنت كعذراء أنت كمش عارف يعني أنتو الأبراج عايش طبعا أنا ما رح أحكي في كذا وكذا 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 لا أنا بتعطيك مصدرة يعني الحمل بدهم يركزوا في عملهم بمعنى عملك زملائك تسليم أعمالك دراسة أعمالك ما تسلمش أعمالك ناقصة مشاكل مع زملائك مشاكل مع رؤساء أي شي بتعلق بالعمل كل شيء له علاقة بالعمل ذك يدير بالك فترة تراجع الزورة برج الثورة أي شيء له علاقة بالسفر البعيد أو خارج البلاد أو المراسلات البعيدة أو حتى الأمور اللي إلها علاقة بالدراسات الجامعية والقضايا القضائية وتديروا بالكم منها بتحب حدا بر البلد بدك تسافر بر البلد علاقتك في شخص بر البلد عندك امتحان جامعة عندك مناقشة رسالة كله بدك تكون حذر أنه طاقة الحظوظ اللي بتدعمك في هاي الفترة صفر ما فيها سلبية ولكنها صفر يعني ما في طاقة إيجابية أنت اللي بدك تصنع الطاقة هاي بإيذا بالنسبة لموليد الجوزاء واللي طالعهم طبعا جوزاء واللي طالعهم ثور واللي طالعهم حمل يعني صرتوا عارفين للدرس بالنسبة للجوزاء المال المشترك أي مال فيه معك شريك فيه يعني زوجك ماله بالنسبة لإلك هذا مال مشترك البنك اللي بتأخذ منه قرد مال مشترك شريكك في العمل مال مشترك الميراث مال مشترك ميراث تركيو هاي مال مشترك هاي بكلها هاي الأموال المشتركة بتكون ديروا بالكو منها وعليها بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا هذولا بدهم يديروا بالهم لأنه هذا مقابلهم مباشرة هذا في بيت الشراك المالية والعاطفية شراك المالية اللي هم شركاء العمل يعني اللي بيشتغلوا مع بعض مشاركوا بمشروع مشاركوا بفكرة مشاركوا بشغلات زي هيك بدهم يديروا بالهم في هاي النقطة وفي نفس اللحظة العاطفية اللي هم الأزواج أو اللي خاطبين وكاتبين عقد ما بينهم عقد الزواج بدهم يديروا بالهم بالنسبة للأسد العمل شوفوا والصحة بدهم يديروا بالهم على العمل وأي شيء بتعلق بالعمل ويديروا بالهم على الصحة وأي شيء بتعلق بالصحة يعني بمعنى آخر مش إشي خطر بأمراض ولكن إلو علاقة بالزهرة بالفكر توهم ممكن حالة نفسية سيئة اكتئاب غضب مفاجئ قلق من النوم العمل مشاكله مع زملائه مع رؤساءه بالعمل ما يقدرش ينجز أعماله بالكامل يصير عنده قصور أو يتكاسل أو ضعف في المجهود عنده للإنجاز هاي كلها بده يكون حذر منها العذراء طبعا البيت الخامس هذولا تحديدا لأنه البيت الخامس بيت التجميل والجماليات ما لازم يسوه عمليات تجميل نهائيا لأنه هنا اضاعفت الأمور احنا منقول كلهم ما يسووش ولكن هذا تحديدا ركز على الأمور اللي إلها علاقة بالتجميل لأنه هذا بيت الجمال بيت الحظ بيت الأبناء بيت الحب هم أكثر ناس بدهم ينتبهوا من النقاط والمشاكل اللي إلها علاقة بالطاقة يعني طاقة الحظوظ اللي بتدعمك في هذه النقطة نزلت فعشان هيك بدك تحذر عاطفيا مع الحبيب مع الأبناء مع الهوايات اللي بيكتبوا أدبيات أو خواطر أو شعر بدهم ينتبهوا اللي بيغنوا الفنانين بدهم ينتبهوا الممثلين التجميل هذا كله بيتكوا تنتبهوا لأنه هذا يعتبر البيت الخامس أعطاكوا شوي الطاقة أحبب الناس فيكوا في الفترة الماضية هلا علاقات وتوتدت الآن هو بده يتراجع يعني زي اللي رفع حط البساط ورفعك شوي هيك وصار بدي يسحب البساط فبدك تكون حذر الميزان أي إشي إلو علاقة بالبيت والعائلة يعني مشتريات للبيت عطال في البيت مشاكل في البيت مثلا مصاريف بيت مناسبات عائلية اجتماعية لقاءات أفراح كلها هاي بتكون تنتبهوا منها في الفترة القادمة العقرب بالسفر القصير يعني سيارة بتسوك بالسيارة التنقلات القصيرة التنقلاتك بين المدن أثناء الكلام أنه برضو إلو علاقة هذا البيت بالإقناع سرعة البديهة عندك بتقل شوي بتصير مش محظوظ بالكلام للترويج لسلعة بتصير بدك انت طاقة إقناع أكبر اللي عندهم امتحانات مدرسية بدهم يركزوا بشكل جيد ما يعتمدوا على الحضوظ علاقتكم بالإخوة علاقتكم بالجيران برضو بتكونوا حذرين منها بالنسبة للقوس المال فعشان هيك منيجوا منيقول للقوس طبعا القوس والجوزة هدول اثنين لا يدخلوا ببورصة أسهم مضاربات ينسوها تماما لأنه هذا بيركز على المال تماما عندهم فالقوس الأموال والمصاريف والدفعات والالتزامات والأمور المالية كاملة ككل هي اللي بدو ينتبه منها الجدي 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 مسكين ما لحقت الشمس بده تدخل عندهم بلش يتراجع الزهرة يعني فترة وجود الشمس عندهم باخدوا طاقة الشمس وبخسروا طاقة الزهرة طيب الشمس الجدي شو على مصالحهم الشخصية بأي شيء يعني علاقتهم شخصيتهم كلامهم انفعالهم معارفهم اهتمامهم بنفسهم تجميلهم كل هذا بدهم يكونوا حذرين فيه يعني عانكم الله برضو تأخذوها من الشمس يعني الشمس بتعزز نقاط ولكن هاي النقاط الشخصية والعصبية وردات الفعل والتفكير والنفسية والاكتئاب والهذا كله بتكون تنتبهولو طيب بالنسبة للدلو الدلو يعني هو بيركز دائما على الاشي المخفي يعني هذا بيت متاعبكم فعشان هيك ديروا بالكو من مخالفة القوانين ديروا بالكو من المغامرات ديروا بالكو من الدخول على اماكن مجهولة ديروا بالكو اثناء تعاملكو بتعطوا الثقة والامان لأشخاص بالفترة هاي وانتو لسه ما بتعرفوهم لازم بتتأكدوا من الأشخاص اللي بتعطوهم الثقة يعني أي شيء وراء الكواليس بدك تنتبه منه برضو المؤسسات الكبيرة المؤسسات الكبيرة اللي بيشتغلوا في المؤسسات الكبيرة زي السجون أو المستشفيات بدهم يكونوا حذرين يعني ما يستهينوا بتأمين حالهم بالنسبة للحوت الحوت مشكلته رح تكون مع الأصدقاء مع العلاقات رح يخسر ناس طبعا الحوت مش من النوع اللي هو بيختلق المشكلة لا هو المشكلة انه بيبقى شايف المشكلة بتتكون قدامه وبتركها تتكون قدامه وبعدين آخر اشي بتكبر المشكلة مش من البداية بتاخذ قراراته لانه هو بتركها بقول له خليها على البركة لحالها بس تيجي اذا ربنا يعني كاتب فيها خير بتظل مش كاتب فيها خير بتروح يعني مسالم مع الأصدقاء والأمور هاي بالفترة هاي ولكن الان وتحذروا في نقطة معينة بما انه هذا في مجال الأصدقاء خيبات الأمل من الأصدقاء فشل علاقة صداقة انتهاء علاقة صداقة خدلان من أصدقاء أصدقاء بعدوك بأشياء وما بوفو فيها يعني يعيشك بالوهم فعشان هيك بدك تكون حذر حتى أثناء تعاملك مع أصدقائك لا تعطي سرك لأصدقائك لا تترك أصدقائك يدخلوا في شؤونك الخاصة يدخلوا في حياتك الخاصة هيك أعتقد اني بكلها البساطة يعني اني شرحت شو يعني تراجع الزهرة وتحذيرات تراجع الزهرة ما رضيت أفتح الخارطة الفلكية زي كل مرة ونقولك وهي الزاوية وصارت يعني صرتوا تعرفوا الطريقة انتوا فإحنا حبيت الأسلوب هذا على أساس أنه يكون أبسط بدون تعقيدات اللغة والمحترق والمش عارف إيش والمتراجع ونور مش عارف شو في إيش وغر ماشي يعني ماشينا لكم إياها بطريقة بسيطة هيك اللي بعرف في علم الفلك ممكن أنه اكتشف أشياء جديدة واللي ما بعرف في علم الفلك فهم شو يعني علم الفلك أسأل الله أني أكون أفدتكم طبعا ما تنسوا إذا عجبكم المحتوى ادعموا الفيديو لايك بكومنت أي إيش بدكو إياها أنتو حرين هيك منكون زي كل مرة شو منحكي هيك منكون انتهينا من الحلقة والله أعلم ممكن أصيب ممكن أخيب أتمنى أنه كل التحذيرات هاي ما تصير ما يصير معك ولا أي إيش سلبي وفي النهاية منقول والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر